يعد الزبيب أحد الفواكه المجففة متعددة الفوائد والاستخدامات وإليكم فيما يأتي توضيح حقيقة الزبيب لتسهيل الولادة في الحقيقة لا يوجد ما يثبت أهمية الزبيب لتسهيل عملية الولادة ولم يتم إجراء دراسات حول ذلك إلا أنه يمكن للزبيب أن يقدم فوائد عديدة أثناء فترة الحمل والتي تشمل الآتي أولا الحفاظ على صحة الأسنان تتعرض المرأة الحامل إلى تغيرات هرمونية تجعل أسنانها أكثر عرضة للتلف لكن الزبيب يعمل على الحفاظ عليها لما يحتويه من الكالسيوم وحمد الألونيك ثانيا التخلص من الإمساك حيث تعاني العديد من النساء أثناء الحمل من مشاكل الإمساك فيعمل الزبيب على التخلص منها فهو يحتوي على كمية جيدة من الألياف التي تسهل عمليات الهضم وتساعد في التخلص من الإمساك ثالثا زيادة عدد كوريات الدم الحمراء حيث تشهد المرأة العديد من التقلبات والتغيرات التي تؤثر على عدد كوريات الدم الحمراء أثناء الحمل لكن يستطيع الزبيب المساهمة في حل ذلك حيث يعمل على تعزيز إنتاج الهيموجلوبين والذي بدوره يعمل على إنتاج كوريات الدم الحمراء رابعا الوقاية من فقر الدم حيث تتعرض العديد من النساء الحوامل إلى الإصابة بفقر الدم فيستطيع الزبيب التغلب أو المساعدة على الوقاية من الإمساك بذلك فهو يحتوي على كميات جيدة من الحديد والكالسيوم خامسا الوقاية من بعض الأمراض فيحتوي الزبيب على مضادات الأكسدة التي تساهم في الوقاية من بعض أنواع السرطان وأمراض القلب سادسا مد جسم الحامل بالطاقة فيحتوي الزبيب على كميات جيدة من الجولوكوز كما يمكن أن يساعد تناول الزبيب عند الشعور بالجوع في مد الجسم بالطاقة الفورية سابعا تعزيز صحة الجنين فلا يقف الأمر عند الأم الحامل بل يمكن أن يتعداه ليصل فوائده إلى الجنين حيث يحتوي الزبيب على ريتامين ألف والكالسيوم واللزان يساعدان بدورهما في تقوية نظر وعظام الجنين على الترتيب ولا يوجد ما يؤكد أهمية الزبيب لتسهيل الولادة لكنه يعمل على تسهيلها بشكل غير مباشر هذا من خلال تحسين صحة المرأة الحامل ويكتسب أهميته من تلك العناصر والمعادن الموجودة فيه والتي تم تلخيصها في الآتي حيث يحتوي الزبيب على طاقة بنسبة 299 سرعة حرارية مياه بنسبة 15.46 جرام بروتينات 3.3 جرام دهون فاصل 33 جرام كربوهيدرات بنسبة 79.32 جرام ألياف 4.5 جرام سكر 65.13 جرام كالسيوم 62 ميلي جرام حديد 1.79 ميلي جرام ماغنيسيوم 36 ميلي جرام فوسفور 98 ميلي جرام بوتاسيوم 744 ميلي جرام سوديوم 26 ميلي جرام زينك فاصل 36 ميلي جرام فيتامين جيم 2.3 ميلي جرام حمض الفوليك 5 ميلي جرام وبالرغم من الفوائد العديدة للزبيب إلا أن الأمر لا يخلو من وجود بعض الأضرار والتي تشمل الآتي أولا زيادة معدل السكر في الدم مما قد يؤدي إلى حدوث سكر الحمل في حال تناوله بكميات كبيرة ثانيا زيادة وزن الجنين ثالثا إصابة الجنين بالسكر وهو أمر محتمل الحدوث لذلك يمكن تناول الزبيب أثناء الحمل بكميات معتدلة وعدم المبالغة في ذلك كما أنه من الأفضل استشارة الطبيب قبل إدخال الفاكهة المجففة مثل الزبيب إلى النظام الغذائي أثناء فترة الحمل منعا لحدوث أي مضاعفات ويوجد عدة طرق للاستفادة من فوائد الزبيب والتي تشمل الآتي أولا نقع حفنة بحجم اليد من الزبيب في المياه الباردة من ثم تصفيتها من الماء وتناولها مع الحليب الساخن ثانيا خلط الزبيب مع كل من المشمش المجفف والمكسرات ثالثا خلط كل من الزبيب مع المكسرات والعسل وتناول ملعقة واحدة من هذا المزيج كل صباح أخيرا غلي الزبيب مع المياه لمدة قارب 15 دقيقة ثم تناول هذا المزيج على مراحل ترجمة نانسي قنقر